عندي واحد صاحبتي ما بتشوفش أفلام خالص وكمان بتشوف أن أسوأ حاجة ممكن الواحد يعملها في حياته هي أنه هو يشوف أفلام الفيديو ده في سلسلة اعرفوني أكتر أو اعرفوني الموجودة على القناة فهسيبها لكم تحت في صندوق الوصف وأنا هقول لكم في هذا الفيديو الخمس أفلام اللي كان لهم تأثير كبير جداً في حياتي وأنا ليه بشوف أفلام كل واحد فينا حياته غالباً محدودة يعني كل يوم أنا بروح الشغل برجع من الشغل لو أروح المدرسة أرجع من مدرسة أروح كلية أرجع من كلية حياتي دايماً بتكون في دواير محدودة بقابل نفس الناس اللي عملتوا مبارحة غالباً هو اللي عمله بكرة غالباً هو اللي أنا عملته نهاردة فدايماً حياة الإنسان بتكون فيها الكثير من التكرار فإن أنا أشوف فيلم ده يخليني أن أنا أكتشف حاجة جايز ما كنتش ممكن أكتشفها خلال حياتي هعيش تجربة جديدة هحس بمشاعر وأحاسيس جايز أنا ما كانش ممكن أن أنا أختبرها فإن أنا أشوف فيلم ده بيخليني أعيش حياة في خلال الساعة ساعة ونص ولا الساعتين بتوع الفيلم كأني مديت عمري المدة دي ففيه طبعاً أفلام كتيرة ولكن الخمسة دول كان ليهم تأثير كبير وهبتدي بي الفيلم ده أنا كنت كان في الوقت ده في فيديو فكان ما يطلعش من الفيديو غير عشان يرجع له تاني لأن أنا شفته فوق الخمسمائة سبعمائة مرة وكنت دايماً بتفرج عليه وكان بيدحكني جداً فالفيلم هو فيلم أزكياء ولكن أغبياء الفيلم بطولة عادل إمام وسامير غانم في فيلم واحد ومعاهم رجدي أبازا اسم كبير برضو مع إني يعني أنا ورجدي أبازا مش موسيل مفضل ولكن فالفيلم بيحكي عن إنه رجدي أبازا هو عنده فيلا وبيأجرها ساكن للطالبات المغتربات خلينا أقول إن أنا في الفترة دي طبعاً كنت طفلة عندي 10-11 سنة ما كنتش بفهم حاجات كتير في الفيلم اللي هي متعلقة بالعلاقات وبالتحرش والحاجات دي ولكن فيلم كان بيتحكني جداً فرشد أبازا عنده البيت ده بيأجروا للطالبات المغتربات بسعر زاهيد جداً جداً ليه؟ عشان هو عنده أغراض أخرى إنه هو يتحرش بالبنات دول أو يقيم معاهم علاقات فسامير الآن معادي الإمام هم الطلبة مغتربين برضو بيدوروا على السكن في القاهرة وطبعاً السكن غالي جداً وهم معاهم مش فلوس فبيكتشفوا البيت ده اللي السكن فيه رخيص ولكن الشرط إنهم يكونوا بنات ويكونوا بنات جميلات فإيه اللي هيعمله بقى سامير غاني معادي الإمام؟ هو ده اللي في الفيلم أسكياء لكن أغبياء إنتاج سنة 1980 من إخراج نيازي مصطفى وهو كاتب ومخرج مصري من أصول سودانية تركية وتميز في إخراج أفلام لا تنسى زي ثلاثين يوم في السجن صغيرة على الحب البحث عن فضيحة ويقال إن الفيلم مستوحى من فيلم فان فيرز أوف لاف بطولة مارلين مونرو للأسف نيازي مصطفى اتقتل في ظروف غمضة سنة 1986 ده كان فيلم خد مساحة من طفولتي أوكي؟ لكن ما قدرش أقول إن هو أصر أو كده لكن الفيلم الجيدة فعلاً كان ليه تأثير كبير في حياتي أنا لما بدأت يعني أعي يبقى وعي يتشكل كده وبدأت أشوف المعاناة الموجودة في العالم سواء الناس اللي جات قبلي أو الناس اللي موجودة حوالي في العالم فبدأت إن أنا كمان أنجذب لإن أنا أفهم الدنيا عايز أفهم الحياة فاتصدمت بالحاجات المستيريس اللي هي الغمضة إنه مثلا الأشباح هل في أشباح؟ هل ما فيش أشباح؟ يعني فأعدت فترة انغمزت في موضوع الأشباح بعد كده مسلس برمودة بعد كده التايتانيك السفينة التي ده تغرق تغرق في أول رحلة طلع فيها وتغرق سنة 1912 وعلى متنها أغنى أغنياء العالم فأعدت فترة كبيرة منغمزها في التايتانيك وبقرق كتب بشوف الهسومات إيه ممكن يكون حاصل عشان التايتانيك تغرق السفينة العملاقة دي أشوف شهود العيان وإيه الحكايات اللي حكوها عن لحظات الغرق عن الناس اللي ضحت بحياتها اللي رفضت إنها تركب المركبة عشان تفضل مع جوزها وتغرق معاه على التايتانيك حاجات كتير جدا وانغمزت في التايتانيك وتأثرت جدا 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 لدرجة إن أنا تلبست لوريان الطفلة الوحيدة من أطفال الدرجة الأولى اللي غرقت في الحادثة لأنه طبعا هم أنقذوا معظم كل أطفال الدرجة الأولى والسيدات كان لهم كمان الأولوية في المراكب لكن الرجالة لأ فأنا كنت هجنن عايز أعرف لوريان غرقت ليه؟ لوريان طفلة من أطفال الدرجة الأولى إزاي تكون الطفلة الوحيدة اللي غرقت في الحادثة؟ فكتبت قصة لوريان الموجودة في كتاب جئت ورحلت وهي وصلت للسيميفاينالز في برنامج أوراق على البي بي سي والمهم أنا عايشة بقى التايتانيك عايشاها كل تفاصيلها الحاجات الموجودة القطع الأفاث كله كله سنة 1989 تانية وتسعين تانية وتسعين روحت تشوف فيلم تايتانيك في السينما روحت سينما طيبة في مدانة رابعة في القاهرة ودخلت وشوفت فيلم جيمس كاميرون اللي هو ما كانش أول فيلم يتعامل عن التايتانيك أنا شايف أفلام قبل كده لكن الفيلم ده روحت وشوفته في السينما الشاشة الكبيرة الغرق كل تفاصيل التفاصيل موجودة في الفيلم عارف ايه ده تعارف كل ده يعني فعلا يعني كل الأبحاث اللي أنا عادت عاملها هو موجودة في الفيلم فتأثرت جدا 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 وخرجت من الفيلم وأنا في حالة ما حصلت ليش لا قبل كده ولا بعد كده خرجت في الشارع المفروض ان انا اخد الميكروباصات بتعدي مفروض اشاور الميكروباص عشان اروح ولكن ايدي ما بتترفعش عايز اشاور الميكروباص لكن انا كأني مش في جسمي انا شايفة شايفة تايتانيك وشايفة الشارع والدنيا ملخبطة جواي وبعدين اتخضت على نفسي طبعا انه ايضا مش عايفة اروا عيني فارجعت قعدت عالسلم شوية كده لحد ما هديت وعملت حاجة عمري ما كنت عملتها في فيلم قبل كده ولا فيلم بعد كده الحقيق وهي انه دم بيستثمروا نجاح الأفلام بانه هما يبيعوا حاجات منتجات مثلا موج او تي شيرت اللي فيه ابطال الفيلم او كده وانا عمري ما كنت الحاجات دي انصاق اليها يعني ولكن فيلم تايتانيك روحت اشتريت الموسيقى التصويرية وقعدت بعد تايتانيك ست شهور كل يوم اسمع الموسيقى التصويرية بيعت الفيلم وابكي بكاءا بكاءا حزينا يعني لازم اقول ان انا اصلا من زمان جدا يعني من اول ما بدأت ان انا ادرك ايه اللي بيحصل في الحياة والمعاناة اللي بيمر بيها الناس وكده انا كنت اميل دايما للبكاء وكنت بشوف انه يعني لو انا قعدت ابكي بما يعاد البحار والمحيطات الموجودة على كوكب الارض فده مش هيكفي حجم المعاناة اللي الناس عاشتها وبتعيشها فعشان كده انا اما شوفت التايتانيك وزي ما قلت كنت منغامي سرفيه وكده فده اثر علي ست شهور بعد الفيلم وانا كل يوم قبل ما نام اسمع الموسيقى التصويرية وابكي اسمع الموسيقى التصويرية وابكي الموضوع ابتدى يخفط شوية بشوية لان انا من كتر ما اسمعت الموسيقى التصويرية ما بقتش اتأثر فيها بنفس الشكل اللي كانت بتأثر علي فيه بي ولا فيه مش اعرف اللي كانت بتأثر علي فيه قبل كده فعلى نهاية ست شهور كنت بقى خلاص الموضوع يعني خفيت كنت خلاص خفيت ولكن ما اقدرش انكر انه الفيلم اثر علي بشكل كبير جدا لا حصل قبله ولا بعده جيمس كاميرون مخرج تايتانيك كان مولع بحطام السفن سنة 1995 نزل في غواصة لتصوير حطام التايتانيك وده كان الجزء اللي استعمل في الفيلم ودخل في ناسيق القصة الفيلم كان اغلى فيلم تصور في وقته بتكلفها 200 مليون دولار وتم اعادة بناء التايتانيك داخل الستوديو لاعادة مشاهد الغرق الفيلم فاز بـ 11 اوسكار جيمس كاميرون من المناصرين للحياة الصحية والاكل النباتي وحماية البيئة وده ظهر في فيلمه أفاتار وده هيخدني للفيلم الثالث وهو The Secret او فيلم السر اللي هو بيزده على الكتاب The Secret الكتاب والفيلم بيقولوا ان فيه حاجة اسمها قانون الجذب وانه الطريقة اللي انت بتفكر بيها بتبعث موجات لليونيفورس او الكون وبناء على هذين الموجات انت بتجذب اليك موجات شبيهة فلو نفترض ان انت بتفكر بشكل ايجابي فده هيرسل لليونيفورس حاجات ايجابية فتحصل لك في حياتك احداث ايجابية او تجذب اليك كل ما هو ايجابي ولما انت تبعث موجات سلبية من خلال افكارك السلبية او الحزينة او كده فده هيجذب اليك برضو احداث سلبية وحزينة وواء فلما انا عرفت كده بقى قلت او او طب ده انا طول عمري بقى بكي وفي حد كان بيسألني في القناة كاتب لي كومنت بتقول لي تريزا وانت انا لاحظت ان انت عندك انتفاخ تحت العين هل ده من الاكل الصحي اللي انت بتاكليه فالحقيقة انه اكيد لا لانه ده من فترات البكاء الطويلة اللي انا كنت بقى بكيها فلما انا عرفت بقى ده سيكرت انه ده ممكن يكون ليه تأثير سلبي على حياتي وكمان ممكن يكون ليه تأثير سلبي على صحتي انه انا طول الوقت مهتمة بمعاناة الناس اللي كانوا موجودين قبلي او الناس اللي موجودين حوالي في العالم قلت تريزا انوف بقى يعني كل واحد بقى يشوف نفسه يعني يعني اقعد يعني مش كيفان معاناة اللي عندي بحياتي كمان اقعد اتأثر واتألم لمعاناة الاخرين كمان اللي رحلوا يعني اتس تو ماتش فالفيلم والكتاب دول اثروا فيها جدا والفيلم خلاني طبعا انا ايه؟ خلاص احاول كل ما اقفش نفسي ان انا هبتدي انفعل واتألم وللاخرين وكده اقوم مسكة نفسي تريزا ويك اوب مش عايزين نيجاتف افكار نيجاتف فده السيكرت اكيد من الافلام اللي غيرت في حياتي يعني اسلوبي او رؤيتي للحياة متغيرتش ما زلت شايفة ان الحياة فيها الكثير من المعاناة وان نظريتي لها هي في الحقيقة نظرة واقعية لكن تعاملي مع الموضوع اختلف بعد الفيلم ده السيكرت فيلم من افلام التنمية الذاتية وهو سبق الكتاب اللي بيحمل نفس العنوان وانتجة الفيلم اعتمدت في تجهزها للفيلم على قراءاتها واهمهم الفكرة الموجودة في كتاب صدر سنة 1910 بعنوان The Science of Getting Rich او علم الثراء وكمان اعتمدت على New Thought Movement او حركة الفكر الجديد اللي ظهرت في امريكا في القرن التسعتاشر وكانت بتنادي بان الاله هو في كل مكان وهو زكاء لا نهائي وموجود جوا كل شخص وان الحب والاجابية تشفيك وتشفي اللي حواليك خلوني ارجع شوية للتايتانيك كده وغير ست شهور رعيات اللي انا اكتب عياتهم دول كمان قعدت سنتين ممتنعة عن ان انا روح سينمات واشوف افلام لاني حاسة اني مستحيل هلاقي فيلم يرتقي لتأثير الفيلم ده عليا فبعد السنتين في واحدة صاحبتك بتقولي تعالي تريزين روح السينما مش عارفين شوف فيلم وكده وكان فيلم رعب فانا قلت اوكي ده فيلم رعب يعني جونرا مختلفة تماما فمفيش مقارنة بينه وبين التايتانيك فروح تشوف الفيلم وهو فيلم The Others انا اصلا كنت بحب افلام الرعب فالفيلم ده هو من نوعية افلام الرعب اللي انا بحبها هو فيلم ما فيهوش عارف لانا ما بحبش افلام القارف اللي هي فيها حاجات متقطعة دم اشكال مقززة دي افلام دي انا ما باطقهاش الحقيقي كمان ما فيهوش بقى اللي هو حركات المخرجين اللي هو يخضك كده في يعمل موسيقى خفتة وبعليم فجأة افخ لا ما فيش الحاجات دي وكمان الفيلم بيقول حاجة فيلم رعب بيقول حاجة دي من النوادر لانه عادة افلام الرعب بتكون للرعب فقط يعني هو انت داخل عشان تترعب وخلاص لكن فيلم The Others الحقيقة كان عمل تشك كده لكل النقاط اللي انا بقدرها في فيلم الرعب ولو حد يعرف فيلم الرعب يكون مطابق للمواصفات دي اريت اكتبلي في الكماند ولكن المهم ان انا في فيلم The Others اول ما فيوش اي حاجة مقرفة او مقززة البطلة نيكول كيدمن هي سيدة الليدي امورة ولدها بنت وولد كيوت جدا حتى الخدامة اللي في البيت ست باشوشة وشكلها كده طيب يعني ورغم كده الفيلم كان مرعب في نهاية الفيلم بقى فيه مفاجأة وفي نهاية الفيلم باكتشف الرسالة بتاعت الفيلم الفيلم عايز يقول ايه؟ ولقيت ان الفيلم عايز يقوله هو اللي انا كان نفس اقوله كان نفس اطلع بقى جبل عالي كده واقول يا جماعة يا جماعة فطب ما كنتش قادرة اقول اللي انا عايز اقوله فالفيلم قاله ان يابتن عني وده خلاني احس كده ان هو يعني ايه اسلج صدري فحست ان هو فعلا عبر عني ولقيت انه مش انا الواحد اللي بفكر كده وطبعا المفاجأة اللي في الاخر خلتنا بعايز اشوف الفيلم التاني من الاول عشان افهم الحاجات اللي ما كنتش فهمها فده The Others فيلم The Others من تأليف واخراج مخرج اسباني تشيلي اسمه في النشقة المخرج لقيت ان اهله كانوا عايشين في كارفان او عربية متنقلة وحتى بعد ما استقروا في اسبانيا ما كانش عندهم تلفزيون فكان بيقضي وقته في القراءة وكتابة القصص والعصف على الجتار وعشان كده هو بيقلف الموسيقى بتاعت افلامه النشقة دي خليته ينبهر بالسينما ويحرص على متابعة الافلام في السينمات حاول يدرس السينما في اسبانيا ولكن اضطر انه يسيب الدراسة لان ما كانش معه فلوس وكمان فشل ان هو يحصل على منح دراسية دراسته في الكلية الفترة وجيزة نفعته ان هو يعمل علاقات ساعدته في عمل افلام وبعرض فيلم ليه في احد المهرجانات توم كروز اعجب بالفيلم وقرر ان هو يشتري حقوقه وتعمل بعد كده بعنوان فانيلا سكاي المخرج اعلن عن مثليته سنة 2015 اوكي في عالم المخرجين بما ان انا مخرجة افلام تسجيلية فالزمايل المخرجين دايما عندهم عدو العدو ده اسمه الكتش يعني ايه كتش؟ يعني حاجة اتعملت واتعملت 7000 مرة فخلاص بقى يعني لو حد جي عملها بيتهزق كمخرج يعني فانو دايما كنت احب اعمل حاجة كتش فدايما قلت تريزا يعني ايه ده كل مخرج بقى عنده الانا والايجو والمش عارف ايه قلت تريزا ايه الكتش اللي انت عامله في الفيلم ده فالفيلم اللي انا هقولوكو عليه دالوقتي ده انا ليه بقى ليه بحب الكتش؟ لانه الكتش بقى كتش عشان هو نجح جدا يعني هو كان هيبقى كتش ليه الا اذا هو كان ناجح فالفيلم ده هو فيلم في الحقيقة فيلم ممكن اقول كتش هولوود بتنزل في مناسبات معينة شو عيد افلام فايجوا مثلا في عيد الام يقولوا اعملوا لنا يا جماعة شوية افلام عيد ام يجوا في الكريسماس عملوا لنا شوية افلام كريسماس فاول فيلم ده كده الفيلم ده اسمه ده هوليديز ومن الافلام اللي بتنزل في موسم الكريسماس وبيتكلم عن سيدتين واحدة في انجلترا وواحدة في امريكا كيت وينسلت في انجلترا بطلت فيلم تايتانيك برضو وكامرون دياز في امريكا وانا توحدت مع مين؟ مع كيت وينسلت لان قصتها كانت قصة حب من طرف واحد وانا في الفترة دي كنت في علاقة شبيهة بكده كان في حد انا معجبة به والتفاصيل في كتاب بحثة عن الحب على الانترنت اللي خلاص انا اتراجع واربط خلصه كنسخة ورقية ونسخة الالكترونية فاضل للنسخة الصوتية فانا كنت في الفترة دي عايشة في الحالة دي معجبة بحد جدا ولو قال لي مثلا صباح الخير بقى هموت من السعادة وفي نفس البقت هو كل شوية يحبطني لان واضح ان المشاعر دي اللي عندي هي من طرف واحد فلما انا شفت الفيلم ولايت كيت وينسلت عايشة العذاب اللي انا عايشها دا فعادت بقى بتفرج ع القصة كاني بتفرج على نفسي ولكن انا عايشة اقولها خلاص بي خلاص بعيدي عنه ولكن في نفس البقت انا مش بقول دا نفسي فعلى نهاية الفيلم في حاجة سخيفة جدا بتحصل في السينمات وهي انه بمجرد ما يشم الناس خبر انه الفيلم قرب يخلص تلاقي الناس قامت وانورت ومفيش حد بيعود لحد ما يكمل التترات دي من الحاجات المستفزة جدا اللي كنت فاكرة انها في مصر بس ولكن اكتشفت انها موجودة في العالم كله الحقيقة فانا قاعدة بقى على اخر الفيلم وهاموت بقى من العياط لان بطلة الفيلم اللي هي كات وانسلت اللي هي قصتها زي قصتي ارتبطت في نهاية الفيلم بواحد يعني انا حاسد ان هو يعني كانت اي رجل وخلاص يعني فانا تدهيت جدا وعدت كنت بعيض جدا وابتدوا بقى الناس تقوم وهينوروا النور وانا مش عايزة صاحبتي اللي معايا تعرف ان انا بعيض فكان يعني لحاية نفسي في اخر لاحظة فيلم ده هوليديز من انتاج سنة 2006 لكن تبادل المنازل الموجود في الفيلم نشأ سنة 1953 بواسطة جروب للمدرسين في اوروبا كانوا عايزين يسافروا العالم باقل التكاليف وفي نفس السنة مدرس تاني انشأ في امريكا شبكة تانية لتبادل المنازل سماها نادي تبادل الاجازات او فيكيشن اكسشينج كلوب وحاليا في عدد من المواقع لتبادل المنازل على الانترنت وانا ليا خبرة طويلة في مجال تبادل الكنب وده هتلاقوه في كتاب الابحارب الكنبه وشيب تراول اونا كاوتش بس فدول كانوا خمس افلام كان ليهم تأثير في حياتي في افلام تانية طبعا اخليني اذكرها كده على السريع دي ما كان لها تأثير ولكن انا يعني اعتقد انها افلام لطيفة جدا واثرت فيها لكن مش بالشكل الكبير بتاع الخمس افلام دول منها مثلا في مجال الرعب فيه فيلم جيت اوت جيت اوت ده عجبني فيه انه فيلم بيقول رسالة فبطل فيلم بلاك امريكان اسود والجيرل فرند بتاعته بيضة وهو بيروح عندها بيلاقي ناس هو بيكلمهم على انهم مسود لانهم مسود مش عارف ان هو جواهم بيض ودي من الحاجات اللي دايما الواحد بيتوحد مع الناس الشبه وسواء نفس المعتقد نفس اللون نفس الجنسية ممكن تبحبح معهم في الكلام شوية وما تقولش الحاجات دي للناس اللي تسيطائفة تانية او لون تاني او كده فهو كان بيروح يكلم الاسود ويقوله هي مان احنا زي بعضه هو الراجل جواه ابيض برضو من الافلام اللطيفة جدا اللي بعشاءها خرج ولم يعد الراجل اللي كان مخنوق في القاهرة وانتو شوفتو فعلا حكايتي مع الهروب من القاهرة فالراجل اللي كان في القاهرة في الزحمة وكده وبعدين راح القريب عشان يبيع الارض بتاعتو وما رجعش تاني فده فيلمه برضو من الافلام اللي انا حبيتها جدا ارض الاحلام فاتن حمامة بقى في القمة تقلقها من وكية نظري ما بحبش افلامها الابيض وسود تختلفوا انا عارفة لكن ارض الاحلام الست اللي هي مفروض تسافر امريكا وهي عاشت طول عمرها في مصر ومش عايزة تسيب البلد اللي هي خدت عليها وعاشت فيها والفيلم بتدور احداثه كلها في ليلة رأس السنة بما اننا عربنا على رأس السنة ففيلم برضو ممكن يعني الناس تشوفو في الفترة دي اوكي كفاية كده وخلوني ارشح لكم فيديو تشوفوه بعد الفيديو ده هرشح لكم الحقيقة في فيديوهين واحد افضل قنوات يوتيوب لو تحبوا تشوفوا زوقي في اليوتيوب وفيديو عملت فيه مفضلات سنة كاملة من افضل افلام افضل مسلسلات افضل كتب افضل منتجات برضو من الفيديوهات اللي انا بحبها جدا فهاسبها لكم تحت في صندوق الوصف كل طرق دعم القناة هتلاقوها برضو في صندوق الوصف تقدروا تعملوا لايك للفيديو تقدروا تعملوا الشير لو حد سألكو على القناة تابعها على اليوتيوب ليه ما تقولوش مثلا قناة فوكايرا او قناة يونيك تيفي واشوفكم في فيديو جديد